الجريدة يا جماعة نبدوها بجريدة المغرب اللي يختار التصوير المواطن في وجه شعر الجمهورية على هامش ماراتون مناقشة الميزانية اي هامش لتحارك الحكومات المتعاقبة نرجع بعد شوية نحب نرجع بالارقام على بداية من جنفية المقبل المدير المعهد الوطني المدير العام المعهد الوطني الاحصاء الهادي سعيدي اللي يقولوا انه 2015 هي بشعر تبارك سنة اساس في احتساب نسبة التضخم وتفاصيله نرجعنا ان شاء الله بعد شوية نمشيوا الى ادارة الامتحانات اللي يتأكد الاشكال على مستوى التقييم وليس على مستوى بناء المكتسبات مقطعة الامتحانات كل الفرضيات مطروحة والحلول لن تكون احدية الجانب وفي الجانب هدايا كم هائل من المواطنين التصلبين وكم هائل زادة من الاسائل التصلبين اللي حبوهما زادة يعبروا على الرأي متاحن فتو ناخذوا بعض الاتصالات ان شاء الله اه بارتير مثمانية غير ربع على ثانين وسبعين ثلاثين وثمانية وعشرين خمسة مية نمشيوا الى الصباح جريدة الصباح اللي حكيت على دوسي السجون وثلين وعشرين الف وستمية وثلاثين سجين موزعين على سجون تنسية ونسبة العود شدوا عندكم يا جماعة هي تسعة وثلاثين في المية تقريبا أربعين في المية هنا في العود شو معناها نسبة العود معناها اللي يدخلوا للسجن ويزيدوا عودوا ويرجعوا نسبة العود متاعهم قريب بلارمين في المية معناها قريب يشتر المورهنة على السوار الإلكتروني بناء وتهيئة السجون ومكاتب المصاحبة لمجابهة معضلة الاكتظار اللي هي تعتبر أكبر معضلة في تونس بنسبة إلى السنوات اللي اتعداد هذوم اللي هو اتفاق متفاق مع العدد الجملي في حكاية السجون لا تتجاوز سبعتاشين ألف وسبعمائة وثين وستين طاقة السجون وترتفع هذه النسبة خاصة بسجون الإقاف وين تبلغ نسبة الاكتظاث بنسبة بسجن قفصة باليكزون اللي هو سبعة وثنين في المية سجن باجا اللي هو تلاثة واربعين في المية قبل لي أربعة وثلاثين في المية بنسبة ثلاثين في المية أنا نتفكر القروان اللي وصل حتى ثلاثمائة في المية نسبة الاكتظاث على السجن اللي في وسط البلاد الغديكة على كل ملف للمتابعة نمشي إلى جريدة الصحفة اللي مزاة المواصلة تحكي على الجهاز السري وملف الجهاز السري والاغتيالات السياسية خطوة نحو الحقيقة مناورة إجرائية نرجع زادة ثم بعد شوية الوثائق خطيرة لم يكشف عنها بعد هذه رئيس الجمهورية يلتقي ببسمة الخلفاوي وفما على ما يبدو في الأيام القادمة فما وثائق أخرى بيشتخرج على القضية هذه بالنسبة إلى نفس العركة أو المعركة القانونية التي تشتد جريدة الشروق اللي حكيت في هذا الموضوع دفاع بالعيد والبرهمي يهاجم نيابة العمومية ملف آخر موجود في جريدة الشروق اللي هو صيدليات لتوزيع الدوافي كل مركز زمان الاجتماعي ردا على مقاطعة نقابة الصيدليات للكنام كملنا تقريبا جزء نالو المصحف الوطنية بعد شوي بعد الفاصل بيش نرجع إلى الأرقام ونرجع إلى الهدى إلى الهدى إلى دي الله